اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم على مسؤوليتي أحدد الكلمة التي أريد أن أقول وهي الكلمة التي تتعلق بمقالتي في الأهرام غدا إن شاء الله المقالة هتكون عن إدارة المرحلة الانتقالية فيما بعد الثورة ما بين الإرادة والإدارة كلمة الإرادة والإدارة كلمة زي ما أنتوا شايفين حروفها شوية مختلفة لكن أنا حبيت أتكلم على فجوة الإرادة وفجوة الإدارة في المرحلة الانتقالية اللي احنا بنمر بيها هذه المرحلة الانتقالية مرحلة شديدة الخطورة لما بنرى مسائل تتعلق بهذه المرحلة الانتقالية سنجد أشياء كثيرة جدا تتعلق بأن هذه المرحلة الانتقالية فيما بعد طورة عظيمة زي صورة 25 يناير حدث تحول كبير هذا التحول الكبير أدى إلى مسألة تتعلق بفترة متعلقة بالتأقيد لكن قبلها كان فترة طويلة هذه الفترة الطويلة كانت بتتسم بكثير من تراكم الفساد كثير من شبكية الاستبداد كل هذه الأمور لا شك إنها كانت بتشكل أهم العوائق التي تتعلق بالنظام البائد وهذا النظام البائد أحدث نوع من التجريف السياسي تجريف لعقول الناس تجريف لكرامة الناس تجريف للبشر تجريف للثقافة تجريف للسياسة ومن ثم أستطيع أن أقول أن النظام البائد أحدث حالة شديدة الخطورة على هذا الشعب ومن هنا انتفض هذا الشعب في الخامس والعشرين من يناير لمدة 18 يوم وإحنا بنتكلم على الفترة الانتقالية في هذا الإطار فالفترة الانتقالية بتمثل انتقال مؤقت هو مؤقت بمعنى أنه زمن محدد هذا الزمن المحدد يجب أن تحدث فيه انتقالات غاية في الأهمية في فترة قليلة بتمثل استراتيجية معينة بالنسبة للحكومة ولصناع القرار في مصر في هذا الأوان الفترة الانتقالية دي قبلها وضع غير مرغوب الوضع غير المرغوب نحن نريد أن ننتقل إلى وضع مرغوب هذا الوضع بيتسم بالتحول والتغيير إذا ما كانش فيه خط التغيير هيبقى المسألة شديدة الخطورة على هذا الشاب ومن هنا أنا أود أن أتحدث عن هو إيه بالضبط اللي حصل في المرحلة الانتقالية للآن وإيه اللي يجب أن نحن نستكمله في هذه المرحلة الانتقالية حينما نجد الحصاد فسنجد الحصاد قليل جداً والمتبقي كثير جداً إذن نحن أمام مهمة غاية في الأهمية بتدل على الفجوتين اللي إحنا بنتكلم عنه فجوت الإرادة وفجوت الإدارة فجوت الإرادة بتتعلق بصناع القرار لأنه لو أن هناك إرادة معينة إرادة سياسية ولو أن هناك إرادة أيضاً إرادة شعبية تسند هذه الإرادة السياسية ولو أن هناك تناسق ما بين الإرادة السياسية والإرادة الشعبية سيحدث شيء عظيم جداً يتعلق بمثل هذه الأمور التي نحن بصددها ليه؟ لأن هذه الإرادة الشعبية والإرادة السياسية حينما تتعانق تقدمان شيء مهم جداً في خطة السياسة وفي إدارة مثل هذه المرحلة الانتقالية سنجد مثلاً على سبيل المثال لو إحنا عاوزين نتكلم في ثلاث مسائل مهمة جداً تتعلق بهذه الفجوة التي تتعلق بالإرادة المسألة الأولى التي تتعلق بهذه الفجوة هي المسألة التي تتعلق بالأمن السياسات الأمنية السياسات الأمنية شديدة الخطوة ما فيش شعب ممكن يعيش من غير أمن لذلك إحنا بنقول دي إيه؟ بنقول إن الأمن هو البنية التحتية هو البنية التحتية لأي تقدم لأي نهوض لأي استراتيجية لأي تنمية لا يمكن إطلاقاً تحقيق أي تنمية من غير استقرار ومن غير حالة أمنية وشعوب الأمن لدى الجميع لدى المواطن لدى كل الكيانات السياسية لدى كل تكوينات المجتمع بأسرع الأمن دى مسألة غاية في الأهمية ماذا إذن يمكن أن نراه في هذه الفجوة؟ الفجوة أن الإنفلات الأمنية تزايد وأن الأمن لا يتحقق عندنا حزب كبير جداً ما قدمش أوراقوا لجنة الأحزاب وهو حزب البلطاجة حزب البلطاجة قام بدون شديد الخطورة في مصر حزب البلطاجة هذا ليس حزب جديد هذا حزب معروف موجود في مصر هذا حزب كان يستخدمه النظام البائد في كل عمليات القاسم التي تتعلق بالتزوير التي تتعلق بالحسابات السياسية التي كان يقوم بها مع خصومه كل المسائل هذه متعرف عليها ومعروف تاريخ البلطاجة في مصر تاريخ شديد الخطورة كان يستخدمه النظام البائد بشكل خطير جداً للأسف الشديد أن البلطاجة أصبحت عناصر كبيرة جداً وممتدة وأنا عاوز أقول أنها صارت مؤسسات لأن الداخلية وزارة الداخلية أنا أؤكد لكم أن وزارة الداخلية تعرف هؤلاء البلطاجية بالاسم بسبب بسيط جداً أنهم في فترة سابقة كانوا يعملون مع هذا الجهاز بما يسمى الشرطة السمعية ومن هنا واجب علينا أن احنا ننظر نظرة معينة لهذا الحزب شديد الخطورة على حياتنا السياسية وعلى الحالة الأمنية التي تتعلق بهذا الموضوع مش ممكن أبداً نتحدث عن تنمية من غير أمن مش ممكن أبداً أن نتحدث عن التنمية من غير استقرار الأمر الثاني الذي يتعلق بالأمن مسألة مهمة جداً مسألة تتعلق بالأمن القومي وهنا يجب أن نرى مسألة الأمن القومي في إطار ما حدث في العريش ثم بعد ذلك ما حدث من إسرائيل في تجاوز الخطوط الحوم وقتل شهداء في الجانب المصري مشكلة خطيرة جداً إذن نحن أمام مشكلة أمن قوم ما هي الفجوة التي تتعلق بالإرادة وبالإدارة معاً هنجد فجوة خطيرة جداً في ارتباك في الموقف السياسي ارتباك في موقف الحكومة عدم تنصيق مع المجلس العسكري الحكومة نفسها تأخذ مواقف متنقضة بشكل من الأشكال نجد أن أحد الدبلوماسيين يكون في ضيافة السفر الإسرائيلية شيء خطير جداً لا يمكن إطلاقاً أن نرى مثل هذه الصورة المرتبكة والمشتبكة معاً ثم بعد ذلك لا نتصور أن هناك أطر استراتيجية للأمن القومي تمكننا من التصرف مع هذا الحدث الذي كان هذا الحدث الكبير الشعب كان أنضت كتير جداً من الحكومة ومن صناع القباب الرسميين هذه مسألة غاية في الأهمية الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا الموضوع هو موضوع يتعلق به الأمن الإنساني الأمن ليس فقط هو الحالة الأمنية أو شرطة تحفظ النظام أو شيء من ذلك القبيل الأمن أمن إنساني في كل الجوانب أمن يتعلق بالغذاء أمن يتعلق بالثقافة أمن يتعلق بحياة الإنسان السياسية أمن يتعلق بكرمة المواطن أمن يتعلق بمعاشه واقتصاده إذن الأمن الإنساني مهم جداً وأنا دايماً أؤكد على أنه المفروض يكون شعاب المرحلة هي أطعامهم من جوع وأمنهم من خوف الحالة التي تتعلق بالإطعام من جوع وتحقيق ما يسمى بالأمن الإنساني مسألة غاية في الأهمية ماذا فعلنا إذن من الناحية الاقتصادية سنجد أيضاً أن الحكومة أداءها هزيل جداً من الناحية الاقتصادية هتستمر الإضرابات وبتستمر الاعتصامات وبتتوقف عجلة الإنتاج لكن المسألة مش هكذا ليس الأمر على هذا الناح يجب أن تقوم الحكومة والدولة بتبني مشروعات لتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج مشروعات مش هنقول قومية كبيرة لكن مشروعات لتحريك الاقتصاد والتنمية صعب جداً أن نترك الأمر على هذا الوطح وضع يتعلق بتراجع اقتصادي وضع يتعلق بتناقص وتآكل الرصيد الاستراتيجي من العملات الصعبة لدينا حتى يصل إلى 26 مليار مشكلة خطيرة لا بد أن نعرف إلى متى يمكن أن يتناقص ويتآكل هذا الرصيد الاستراتيجي إلا بعملية إنتاجية تسهم في تحريك عملية التنمية وتشغيل مصانع بل وعمل مشروعات تتعلق بالإسكان والعقارات تتعلق بيء الزراعة تتعلق بأشياء كثيرة جداً يمكن أن تشكل قاطرة للاقتصاد المصري في هذه القاونة من غير ما نعمل كده يبقى إحنا ما بنحققش الجانب المهم جداً اللي هو اطعامهم من جواه إذن هذا الجانب الاقتصادي في حاجة مننا إلى التعامل مع قضايا غاية في الأهمية إن إحنا لابد أن يكون لدينا قدرة على استخدام عالم الإمكانات المتاحة لكن إحنا عملين نبدد الإمكانات للأسف الشديد بالتردد بفجوة الإرادة وفجوة الإدارة عندنا تطاقل شديد جداً وتلكق في الإدارة وعندنا كمان تعثر في الإرادة لما نقول مين اللي بيقوم بدا هنقول أجهزة التنفيذ وإحنا للأسف الشديد ليس لدينا إلا ساقين لجهاز تنفيذي واحد إحنا عندنا المجلس العسكري وعندنا الحكومة مع ذلك المجلس العسكري لا يقوم بدوره المهم في هذا الإطار في إطار المراسيم التي يمكن أن تحرك الحياة وتحرك عملية الانتقال وأيضاً الحكومة عاجزة عن تطبيق سياسات حقيقية مش ممكن أبداً إن إحنا نستمر في مسألة تطيير الخواطر مش ممكن أبداً إن إحنا نستمر في مسألة تتعلق بإن الحكومة تطفيق الحرائق في حسب مشكلة الحكومة أنها تتصور أنها حكومة ساد خانا مش حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مهمة جداً حدش يقول أبداً إنها حكومة بالمعنى المؤقت أنها ستستمر فترة وتنتهي أبداً هذه الحكومة تؤسس لعملية نهضة وتنمية تؤسس لنهضة أساسية تتعلق بهذه الصورة المباركة إذا ما كانش فيه مسائل تتعلق بجملة من السياسات العامة يمكن أن تحرك هذه السياسات نحو عملية التنمية والنهض هيكون شيء شديد الخطورة إن الحكومة تستمر في هذا العجز وشلل الإرادة يعني مثلاً على سبيل المثال أنا أقدر أقول مثلاً إن جهاز زي تمكين الشباب وجهاز زي المجلس القومي للشباب لا يستثمر بل إنه الراجل اللي على رأس هذا المجلس القومي للشباب هو كان عضو في لجنة السياسات لازم يتغير لازم نمكن الشباب من خلال هذا الجهاز لابد أن ينتقل الشباب من ميدان التحرير إلى ميدان المجتمع الكبرى بكل المشاكل المتعددة وبكل التحديات التي تتعلق بهذا الأمر الأمر الثالث في المثلث اللي إحنا تكلمنا عنه إحنا تكلمنا عن الأمر تكلمنا عن الاقتصاد الأمر الثالث المهم هو جدولة الانتقال السياسي قلينا بقى نعرف إحنا عندنا فجوتين مهمتين فجوة في الآليات وفجوة في المعلومات خلينا نتكلم عن فجوة المعلومات الأمر يتعلق بقدرة كبيرة على التعتيم هذا التعتيم الذي كان يمارسه النظام البائد لا يجب أن يكون هو سياسة النظام الجديد فيما بعد الثورة سواء أكان مجلس عسكري أو حكومة الشفافية عنصر أساسي من مشاركة الجماهير عشان تنقل الجماهير من المشاهدة إلى المشاركة لازم تعمل ده لازم تشركهم من خلال معلومات حقيقية تتعلق بهذا الانتقال السياسي الانتقال السياسي عدة أمور الانتقال السياسي يتعلق بانتخابات انتخابات مجلس الشعب والانتخابات البرلمانية إحنا لحد دلوقتي ما نعرفش هتوبقى إمتى للأسف الشديد ولا نعرف باب الانتخابات هتفتح إمتى للأسف الشديد وأنا بقول للأسف لأن عندنا قدرة إن إحنا نعلن مثل هذه المواعيد لازم يبقى عندنا جدولة مهمة جدا هذه الجدولة فيها كل العناصر التي تتعلق بحزمة الانتقال السياسي الانتخابات الرئاسية مشكلة المشاكل عندنا بيسموهم مرشحين محتملين كثيرين ولكن ليس هناك قانون لانتخابات الرئاسة شيء عجيب جدا أنا أرى هذا الموقف الكاريكاتوري في هذا الإطار موقف مهين جدا كأنه مرشح الرئاسة بيلعبوا دور كومبارس في مصرحية هزلية لماذا لا تكون هناك حالة واضحة تتعلق بانتخابات الرئاسة ستتم متى؟ إيه هي الشروط؟ إيه هي القوانين التي يمكن أن تصدر في هذا السياق؟ انتخابات الرئاسة مهمة جدا لكن بالشكل اللي بتتم بيه وبالشكل اللي بيقوم هؤلاء بعناصر من الدعاية وكل هذه المسائل من غير ما يصدر قانون أنا بقول أن هذه مصرحية هزلية أنا لها أن تقف أو تنتهي إذن نحن أمام فجوات مهمة جدا فجوة الإرادة وفجوة الإدارة لو أن هناك إرادة عند صنع القرار إرادة تواكب هذه الحالة السورية صنعها عمل كبير وعمل مهم يجب أن ينجز في هذا الإطار لو رأينا في هذا السياق من فجوة الإدارة اللي بتتعلق بحكومة فيها نوع من الشلل فيها نوع من الابتعاش فيها نوع من التعثر فيها نوع من عدم المبادرة فيها نوع من أنها لا تستطيع أين قوائم التطهيح؟ أين قانون الغد؟ أشياء تقال ثم تطوى صفحتها من دون أن تجدد ولا هناك أي خطوات تنفيذية دعونا إذن على مسؤوليتي أقول المجلس العسكري لا بد وأن يكون شفافا ويطلق حزمة من القوانين للانتقال السياسي الحكومة يجب أن تكون فعالة ومبادرة وتحقق ما يمكن تسميته بمتطلبات الحالة الثورية التي نحن فيها والشعب لازم يبطى المطالب ويتقل من المشاهدة إلى المشاركة الأمر جد خطير ولازم نسد الفجوة ما بين الإرادة والإدارة شكرا جزيلا سيف الدين عبد الفتاح أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر